وإلى الضفة الغربية المحتلة حيث استشهدت فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال قرب مدخل بيت عينون شمال مدينة الخليل بزعم محاولة تنفيذ عمليات طقن وأوضحت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص بشكل مباشر على رأس الفتاة ومنعوا توقم الإسعاف من الوصول إليها واحتجزوا جثمانها بعد استشهادها وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم إحباط عملية طعن في طريق بشمال الخليل منوها إلى أن الفتاة حاول الطعن جنود قرب موقع عسكري دون وقوع إصابات في صفوف الجنود